ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن أي مكان خرجت أيها النبي فتوجه في صلاتك للمسجد الحرام وحيثما كنتم أيها المسلمون فولوا وجوهكم نحو المسجد الحرام في صلاتكم ولو تأمنا في حجج أهل الكتاب والمشركين من العرب قبل تحويل القبلة وبعد تحويل القبلة نجد العجب العجاب فكان أحبار اليهود وعلمائهم كثيرا ما يستدلون من كتبهم أن نبي آخر الزمان سوف يصلي إلى قبلتين مختلفتين وكان مشرك العرب كثيرا ما يقولون للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كيف تدعي أنك على ملة إبراهيم وأنت لا تصلي إلى قبلته فأراد الله عز وجل أن يقطع عن هؤلاء المخالفين كل سبيل للمقاصمة والمجادلة والمحاججة إلا الذين ظلموا منهم فظلوا على عنادهم وجحودهم وجدالهم فمثل هؤلاء لا يلقى لهم بال لأن حجتهم باطلة وضاحضة وأمثال هؤلاء مخذولون في الدنيا والآخرة فلا تخشوهم وخشوني والخشية من أعلى درجات الخوف لأنه خوف مكرون بمعرفة فعلينا جميعا أن نخشى الله عز وجل باتباع أوامره واجتناب نواهيه ولكي أتم نعمته عليكم باختيار أكمل الشرائع لكم ولعلكم تهتدون أيها المسلمون إلى الحق والصواب فنحن المسلمون لا نقدس الأماكن لذاتها ولكننا نطيع أمر الله فينا فلما أمر الله عز وجل بالتوجه إلى بيت المقدس أطاعه المسلمون ولما أمرنا بالتحول إلى بيت الله الحرام أطاعه المسلمون فالله عز وجل أمر خير أمة بالتوجه إلى أشرف وأقدس وأطهر بقع على وجه الأرض وكما توجهتم أيها المسلمون إلى بيت الله الحرام في صلاتكم فتوجهوا إلى الله عز وجل بقلوبكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر